طيب يعني باختصار أستاذ أحمد أين الملف السوري في هذه القمة أيضا؟ نعم جئنا إلى النقطة المهمة إذا تحدثنا عن تعاون إقليمي بين دول منطقة ما هو المشكلة في هذا التعاون الإقليمي؟ هي دول النزاعات الحالية يعني المشكلة اليمنية، المشكلة السورية، المشكلة الليبية ما هو جوهر الحل في هذه النزاعات؟ تركيا وإيران يعني بدون إيران لا يمكن حل المشكلة السورية، لا يمكن حل المشكلة اليمنية والسعودية تدرك ذلك جيدا وبدون تركيا أيضا لا يمكن حل المشكلة السورية ولا يمكن حل المشكلة الليبية ودول الخليج تدرك ذلك جيدا لذلك نستطيع أن نقول أن هذه التفاهمات التي يتم التحضير لها حاليا أساسها أيضا الإفاقات الاقتصادية وأساسها أيضا التوجه نحو حلول إقليمية للنزاعات الحالية لأن مجلس الأمن معطل ولأن كافة الحلول المطروحة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدول النزاعات لم تنفذ حتى الآن وزادت في مشكلات هذه الدول اشتركوا في القناة